مساء الخير أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة يسرنا في هذه الحلقة أن نستقبل رئيس الجمهورية الأسبق العماد إيميل لحود مساء الخير فخامة الرئيس مساء الخير أهلاً وسهلاً فيك استير جورج شرفت فخامة الرئيس ما ردكم على الاتهامات التي وجهت إليكم من قبل المحكمة الدولية؟ أنت بتعرف تخبري الاتهامات لما كان الرئيس إيميل لحود بهذيك الأيام كان ولا قرار يقدر يمون لما كنت أنا موجود بالدولة من وقته هلأ بالمحكمة الدولية اللي عم بصيروا هالاتهامات كلها ما حدا بيغبر علي بإشي هالقد فخامة الرئيس بس عم بيقولوا أنك أنت شوهت العلاقة بينهم وبين سوريا هلأ مش كل ما صار شي بالبلد يتهموا الرئيس لحود وانت بتعرف بهذيك الأيام وأبكفيلك أبخبرك أبخبرك شو اللي صار المحكمة الدولية هايدي منا محكمة إنه محكمة دولية بتحاكم الجديد أنا ما بعتقد إنه هايدي محكمة وكل الاتهامات اللي عم بتعود وتكرر علي هايدي منع ماش تباطل ماش تباطل فخامة الرئيس إذا طلبوا منك تروح تشهد بالمحكمة بتروح؟ يا غاية إيه بروح بتروح؟ بكفيلك تكفيلك بروح وبدو يصير بس بس فخامة الرئيس عفوا بركي من خلال الاتهمات يلي وجهوا لك يلي ممكن تتوجه لإلك ممكن تغرق البلد كله تكفيلك مع بخبرك إنه لما كان الرئيس لحود كان كل شي ماشي وأنا لما جيت رئيس جيت مش بأي قرار دولي تصلوا فيي كتعب بصبح وقالوا لي تجي رئيس وجيت رئيس بعض ما كنت قائد جايش جيت رئيس جمهورية وبتعرف إنه إنه الرئيس لحود ولا بعمره كان يرنتشي ما حدا كان يرشي كان كل القرار ياخدو ودوم بتعرف إنه كنا بعهد الدولة السورية حاكمة لبدان بس كنت أنا اخد عراع كنت خرار له إلي واليوم بدي إلك شغلي هايدي المحكمة هايدي المحكمة الدولية ما بتقدر تموني علي حتى لو بدي يغرق البلد حتى لو بدي يغرق البلد إيه يغرق ومستعدروا على المحكمة الدولية والبدي يغرق إذا بيعرف يسبح متل عميل لحود ما بيغرق وشكرا شكرا شكرا فخمة الرئيس يعطيك العائفة شكرا شكرا شكرا